الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عزيزي الطارب وقفت بك فيما مضى على تعريف التوحيد وتعريف أصول الدين بقي لك أن أقف بك على تعريف التوحيد وهو أساس هذا الدين وركنه الركين تعريف التوحيد وبيان أهميته وفضله هذا هو عنوان هذه الشرائح التالية نبدأ بتعريف التوحيد من حيث اللغة التوحيد مصدر وحدة يوحد توحيدا فالواه والحاء والدال وحدة أصل واحد يدل على الانفراد أي أن الله عز وجل واحد لا يشاركه في ملكه أحد والتوحيد كلمة من حيث الوزن الصرفي على وزن تفعيل فكأن المرء المسلم عليه أن يفعل بداخله ليلا ونهارا في كل حياته وفي كل ما يأتي ويذر عليه أن ينمي بداخله توحيد الواحد الأحد ويقصد بذلك أنك نسبت هذه الكلمة نسبته إلى الوحدنية يعني نسبت التوحيد الوحدنية لا أنك جعلته واحدا ما معنى هذا المرء المسلم عليه أن يؤمن بأن الله واحد أي وحدانية الله هو المنفرد بكل ما في الكون لا أنك جعلته واحدا يعني لم تقل هذا واحد لأن واحد يعقوب اثنين ثلاثة وهكذا فهذه مشاركة هذا مرفوض لكن الأول هو التعريف الذي يقصد من خلال كلمة توحيد فالله واحد أي أنه منفرد بالوحدانية لا سواه أما التعريف اصطلاحا فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الله واحد من كونه رب لا خرب سواه واحد من كونه إله لا شريك له في ملكه واحد من انفراده بالأسماء والصفات إذ لا يوصف أحد سواه بها ومن هنا عزيز الطالب نعلم أن التعريف يسوقنا سوقا إلى إبراز أركان التوحيد الثلاثة فما هي أقسام التوحيد الثلاثة؟ أولها توحيد الألوهية بمعنى أن الله واحد ليس كمثله شيء في ذاته وأنه واحد أي رب من حيث كونه خالق لا خالق ولا رازق للكون سواه وكذلك توحيد الأسماء والصفات فالله تبارك وتعالى موصوف بأسماء وصفات لا تكون إلا له وحدة انفرد بها وهذا يؤكد على وحدانيته سبحانا ما هي أهمية التوحيد؟ هل نحن مدعوون إلى التوحيد؟ كلا المسلم مطالب بأن يكون موحدا لله الواحد القهر فما هي أهمية التوحيد؟ إن أهمية التوحيد تظهر في بعض النقاط منها أن جميع الأنبياء والمرسلين قد دعوا إلى توحيد الله عز وجل فنوح وموسى وعيسى وشعيد وهود جميع الأنبياء قد أتوا بنداء واحد أعبدوا الله ما لكم من إله غيره والله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى قد بيّن انفراده بالتوحيد وما على العباد جميعا إلا أن يقروا بهذا التوحيد الأمر الثاني من بيان أهمية التوحيد أن جميع الرسل قد أتوا بهذه الدعوة توحيد الله النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا فيقول الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتاء ودينهم واحد أيضا من بيان أهمية التوحيد أن الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لعبادته وحده وهو الخالق وهو الرازق لا سواه فلتنفرد أيها العب بتوحيد الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انظر إلى الآية تشدنا شدا إلى الإقرار بعظمة الله وأنه واحد أحد في ذاته واحد أحد في ربوبيته واحد أحد في أسمائه وصفاته أيضا التوحيد حق الله على عباده نعم ولقد صدق العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال كلمة التوحيد التي هي حق الله على العباد فالعباد مطالبون بأن يعبدوا الله وهو حقه عليهم لأنه خالقهم ورازقهم كذلك العبد لا ينال سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمهما تقرب العبد إلى ربه بأشياء أو بأعمال إنما لا يعترف بوجود الله فلا طاقة ولا قيمة ولا وزن لهذه الأعمال فالأعمال الحقيقية المقبولة عند الله هي تلك التي تنبني على إيمان بتوحيد الله الواحد القهار كذلك من بيان أهمية التوحيد أن العبادة لا تقبل عند الله إلا إذا أتى المؤمن بالتوحيد الخالص والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته وإن أتاني نهارا قبلته أي ما دام العبد مقبلا على ربه والحق تبارك وتعالى يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هكذا أنبأنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا